اشتركوا في القناة 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 أنا عم درس أصلا تاريخ عند بروفي ما توطرني على الله الله يعينيك يعني الله ياخد بيديك خلينا شوف شو يبني شابي ترات العلم العلم هذا رمزيته كمان للمشاهدين أنا عارف إذا كان في كان في محولة الهوية اللبنانية أنه نحن علمنا كان الفرنسي بواسطة الأرض الخضرة اللي نحن لبسين كمان هكي هالأسورتي أنا وأنت بالتياب يعني فيه تليباتي من التاريخ لأنا من التاريخ فيه ناس بيقولوا يريت بعدنا منتدبين من الفرنسي وفيه ناس بتقول نحن ما زلنا في الانتداب الفرنسي لأنه مدرسنا مؤسساتنا جامعاتنا وين نحن مستقلين وين لا لكن فيه الخطأ يلي ارتكب من الاستقلال لليوم أنه نحن ما عرفنا قيمة الاستقلال شو معنات أن يكون مستقل يكون حر ومبنينا دولة فينا ندلنا دولة عند طواقف بس دولة مدنية بالمعنى أنه يكون فيه عندي دولة يكون فيه عندي مؤسسات عرار خاص مشان هيك عشنا نحن عدة انتدابات من بعدها عشنا يعني كان فيه عننا الوحدة العربية بالستينات سوريا ومصر جمال عبد الناصر وتأثيره بالداخل كان فيه عننا التأثير الاحتلال السوري كان فيه عننا الاحتلال الإسرائيلي كان فيه عننا التدخلات العربية والإقليمية وما زالت حتى اليوم على الطاولة وتحت الطاولة فمنشان هيك معرفنا وبعدنا فعليا مش مستقلين كما يجب منشان هيك تسمعي أصداء أنه يريد كنا تحت الانتداب الفرنسي مع كل سيئته ولكن الانتداب كان كمان مؤلم مؤلم خبر خبرية مثلا اجتماعية خبرني إياها جده الله يرحمه سألته كنت أنا هيك فرخ أصلا مش كتير بعدني أكبر يعني بعدني فقالت له جده أنت عاشت الانتداب الاحتلال الفرنسي نحن لازم نحب فرنسا أو قال لي مرة كنت أنا وستك ببيروت وجده كان رجل دين كان خوري يعني عادة لازم يحترم شوي يعني قال لي ماشيين بالشاريع وطايتا حاطة كانت تعرفي النسوين كنا نحطوا ورده كيف سويكار أو هالهال ورده العدينا بزين شعره فبيستحلي أحد العسكر الفرنسيين الورده وينتشى هيك بطريقة عنيفة وغير أخلاقية يعني فقال لي جدي أنا مع كل وقاري وقال لي مسترجعي تحكيه لأنهم مصلحين قال لي هيدا الانتداب بالنهاية نحن نحن منشوف رواسب الانتداب يعني الكولتور إذا بدك ما منعرف قديش مرأوا هن بصعوبات مهمة يعني خليني تكمل معك صور ومع كل صورة منعمل استطراض لننكه شوي الحلقة هذه إدافية من الذل هيدا عسكري فرنسي حامل السيف حتى صيوف احتراما ترفع بالعكس يعني إذا بتلاحظي بالحرس الجمهوري بيحميها بيحملها صوب جثم صوب عفونا هذا معناتها ممنوع تقرب يعني معناتها فيه نوع من الاستغلال أو تحديد وتحجيم الحرية واقف هون هلقدي حجمك بلك لأنه هن حطوا إيدهم بالنهضة بلبنان يعني هن عمروا هن عملوا هن أسسوا لا هلأ يعني نحن مساعدتنا المدرسية بتجي من فرنسا والإرسليات والإرسليات والمدارس والجامعات طبعا التأثير منه ابن الاستغلال وبس نحن التأثير الغربي بدأ من 200 سنة يعني المدارس بلشت من 1800 وصاعدا الكبوشيين واليسوعيين وحتى قبل يعني فيه هذا التغلغل الغربي وخاصة الفرنسي بجذور لبنان لأنه كانت كمان فيه التصارع بين الدول الكبرى وقتها مين بيقدر يستميل هالدول الصغيرة تيدال تحت حمايته من الشن هيك من الصعب أن تشيل الكولتور الفرنسي بس هذه الشغلة منيحة نحن مش ضدها ولكن نحن منطالب بالاستقلال اللبناني بالقرار السياسي القرار الاقتصادي القرار الاجتماعي حتى فينا نكون عندنا تعدد بالثقافات بالعكس هذا شي غير وهنا من دلنا متماسكين بتاريخنا وبجذورنا ما ننسى هذا اللي بدأ شدد عليه هنا بمرحلة صار الخلط يعني وصلنا على الاستقلال وهذا العالم اللبناني بشكله والحالي وهوني شو الهيدي من بعد الاستقلال دغري بأحدى الليك إذا ملاحظين شوية الناس على الشرفات يعني احتفالا بالإفراج عن المعتقلين بألعة رشية يعني تخيلي كمان من الأمور اللي نحن هوني شو كان فيه أعلام وين كنا بالأعلام يعني وقتها الأعلام المكتوب ما كان فيه الجرائد بس تخيلي مثلا قلعة رشية وبيت الاستقلال اللي كان بيبشامون وكتير من المواقع الرسمية اللي إلا رمزية بالاستقلال مؤخرا تم تمويلها من جمعيات غير لبنانية أو من مصادر غير رسمية لكرمال يرمي موة يعني معنا إيميل للأسف نحن هذا قدرنا يمكن هذا البلد اللي بيت نيته شوية مين وشمال خلينا نكمل ببعض السور ونكون لمحة هيك سريع عن الاستقلال لما نكون عم نقرأ بس ما كتب يعني باية الاستقلال هذا بيبشامون يعني مؤخرا تم ترميمه بمبادرة خاصة من أحد الشخصيات بيبشامون يعني مع أنه هذا لازم يكون مثل معلم رسمي لكل اللبنين فيه إهمال حقيقة يعني فيه إهمال مثل ما قلنا على الصعيد الرسمي وعلى صعيد حتى نحن الشعبي تما نحط دايما الحق على الدولة يعني نحن كمان مقصرين بحق حالنا لأنه دكتور نحن يعني ما منعرف الاستقلال يعني كل مرة نحن يغزونا من جهة هذا قصدي يعني أنت وقتها بتلاقي حتى بيرعين بالمود يعني نشيد كل واحد نشيد الوطني تبع بلده يعني بتحسوا لكل جسمه نحن لولاد برح ما بدون يحفظوه لكن نحن مثل هذه الخبرية نحن مش قلال قالوا مثل الخبرية التنصى يلي ابنه كسر زمولة العين تكرمال يعني الأسطرة تكرمال دلوا يحكوا عنه قالوا ليش يا بابا نحن بتضيع ما حدا بيجيب سرطنا يعني بالبنيه فراح كسر الأسطر قالوا لأنه يا ابني نحن مش قلال مش هينين فنحن مش هينين اللبنيين يعني بعدنا لحد اليوم ما عرفنا قيمة الاستقلال الحقيقي وقيمة الدولة الحقيقي بعدنا منشد على مذاهبنا على طواقفنا على مناطقنا فقط كل واحد بيرجع للأسف على أنانيته وذاتيته وهذا ما بيبني دولة قادرة أو دولة جامعة للكل وهذه واحدة من الثغارات طيب سؤال طائفيا ما زل جبت هذه السيرة كانوا يعني يقولوا الطائفة الفلونية هي اللي أنجزت الاستقلال دونسي الكل هن بوقتها كانوا بالتساوي وهذا اللي بلشت في الحلقة أنه بصيدة وبترابلوس من كل الطواقف والمذاهب كانوا هن مع الاستقلال كما وأنه المسيحيين البطرق عريضة اللي كان بتعرفي قداش كانوا يقولوا أنه الموارنة والفرنسا العم الحنون كان هو رأس حربي بالمطالبة بالاستقلال كذلك الأمر كل المذاهب الإسلامية الدرزية شهيد سعيد فخر الدين من شامون اللي كان أول شهيد فوق بالمنطقة كان درزي ففي عنا كوكبة من الشهداء يلي للأسف ما بيذكرون كتير كتاب التاريخ ما بيضوع ليون كمان عم نشوف سورة روني هون قلعة رشية اللي نسجنوا فيها تقول شغلي من الأخبار مثلا الحلوة أنه كان في الوزيرين يلي ما اعتقلوا المير مجيد إرسلان والوزير حبيب بوشهلة كانوا صهرانين برات البيت فوصل العسكر الفرنسي ما لقيون زمطوا فهن رجعوا شكلوا حكومة بشامون يلي قبل شوية مرة معنا البيت فيها منكمل بعض السور هون هيدا العلم العلم اللبناني طبعا نقيد العلم الفرنسي نقيد العلم الاحتلال يلي مضيوا عليه النواب اللي قدروا وصلوا للمجلس النيابي من بعد الاعتقال هون بدي شير كمان لشغلي يلي كمان كتير أحيانا الكتب تغفل عنها دور المرأة بالاستقلال دور المجتمع عموما مش بس يعني التحركات الشعبية يلي كانت يلي رافقت هالمرحلة لأنه الاستقلال لم يأتي نتيجة نضال بعض الأشخاص إنما نتيجة نضالات الشعب والمجتمع ككل فهيدي أهميته لها الاستقلال يلي نحن أخذناه ب43 مع العلم إن كان فيه ناس كمان من كل المذاهب تقول لأ نحن بعدنا منا قادرين نأخذ هالاستقلال هون جدلية من شنهيك بعد فيه ناس تقول يمكن كان معهم حق يمكن هاي الصورة تعبر عن عن هيدا العالم اللبناني مع أحد رجالات الاستقلال يلي كمان من بعد الحصول على استقلال لبنان فهدي صور كلها تاريخي شونه على السلاح كان أمشوف بواريد كلهم هادي من البواريد الحربية أظن هود رجالات الاستقلال يلي كانوا يأما ألماني كان يقولوله الألمانية المعدلة نحن نضيع أن نقول أو بعض الأسلحة روصية بس الأكتر كان ألمان هادي إذن رجال الاستقلال صورة لألان دكتور لازم يكون هو الاستقلال هو تاريخ وخلص لا هو مش لازم يكون نحنا للأسف نحنا كل سنة منعيد هالذكرى ليش هي ذكرى؟ يعني الذكرى وكأن أنت تعود لتعايش الاستقلال هي ليش مش خلص يعني ولد ومات وخلصنا هو لازم نعيشه كل يوم إذا بدك هو إذا كيف يعملوا عيد الحب في ناس بس بتعيد عيد الحب بأبي 14 باط ما هيك فهو خلص لا هو لازم يكون كل يوم استقلال ما يكون ذكرى فقط لازم كل يوم نحنا نعرف قيمة الاستقلال نعرف قيمة هالبلد هيدا يلي كان فيه تضحيات من الأجداد اللي وصلناه لنا نحنا اليوم نعرف كمان أنه بفترة من الفترات هيدا بات الاستقلال بشامون لبنان حقق انجازات باهرة يعني تخيلي نحنا مقارنة مثلا مع فرنسا أخذت استقلالها بال1789 نحنا قلنا هال75 سنة نحنا عملنا كتير انجازات من قطاع تربوي متطور لقطاع مصري فيه تركي لي هالفترة هلأني متطور لقطاع سياحي ولد أمام هذا لقطاع لعملة اللبنانية اللي كانت بأوج ازدهارة بفترة من الفترات للمطار كان من أهم المطارات بالشرق للمرفق كان من أهم المرافق يعني دوركم من بعد تاريخ الجلاء ونقسم كتابها التاريخ من روحها غير دولة عربية ضروري هالكتب تخبر لي انت عم بتقوله وضروري نعمل نقت زيتي نقول نحنا وين الثغرات وين الكيجيبيات نشوف كمان دور الإعلام يلي هو كان سباق ومازال بالمنطقة العربية حرية الرأي حرية الفكر في عنا كتير خصائص نحنا ما عرفنا ايمتا بعدنا لحد اليوم نشوف عفوا الدور الطلابي الكادر البشري يلي عنا باللبنان يلي هو ثروي لأينا وبالوقت زيته للأسف عم نخسره سنة بعد سنة أو يوم بعد يوم نشوف السياحة نشوف هالكتاعات هاي دي كلها يلي عن جد نحنا قدرنا نبني دولي مع كل الأزمات كل عشرة خمسة عشر سنة عنا عنا مش كليكان درنا نعمل دولي من يملو في هذا البيت هلأ مش الدولي كتاع خاص كتاع خاص يعني هيدا ممكن يختلف فجر ممكن ينبع ممكن وبتروح قصة الاستقلال بتروح ايه اذا شي بيحزن هيدا هيدا لكي في بعض الاهمال كمان من من قبل يعني انت عم تقولي انه هل يكفي فقط بنهار الاستقلال تلاقي المدارس تعيد وتلاقي المدارس يمكن تروح على سكنة او تستضيف جيش وانا معلال بها المناسبة افتخر اني انا اكتر من نصي بالجيش انا استاذ محاضر بالكلية الحربية وبكلية الاركان وايضا بمركز الدراسات بوزارة الدفاع يمكن ان ننسى استقلاله جيش وعلم صح وبعيد كل المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وافرادا لانه هني حماة هذا الوطن وهني الاساس اذا بدنا نقول بتدعيم الاستقلال طبعا مع الشعب وعصيرة العلم ونحن نبسين اخضر علمنا هو الفريد بالنوع وفي المنطقة ككل يلي في ارتباط عضوي ارتباط اذا بدك لا ينفك عن الارض الارزة يلي هي ابنة الارض اللبنانية اللون الابيض اللي هو لون التلج واللون الاحمر اللي هو لون الدماء يعني علمنا هو علم الارض فيه فلسفة اي فيه عمر روحاني روحاني بالمعنى مش الديني روحاني بالمعنى الانساني اكيد لانه بيخبر قصتنا بيخبر قصتنا وجذورنا وجذورنا انا بدأت شكرك دكتر لوني خليل فمتنى قلت بالبداية دايما نرفع راسنا بعلم لبنان ويكون هو مفينا كلنا بطواقفنا وبمذهبنا شكرا لهاللمحة التاريخية بالملون مش بالابيض والاسود ومتوقف منروح ضغري لعند زميلة سحر